حاليا انت يا برج الاسد. اه في طاقة الرفض. او انت حاليا قاعد و اه ما عندك طاقة لا تقبل اي شي خارج طاقتك. كمان ازا انت بده ماديا او ملك اشي ماديا عم بتحاول انه اه تفك ديقتك. طيب. اه احتمال يكون هذا الشخص عرض عليكم اه فرصة وانتو مرضتوها لانه عندكو اه عندكو مسلا اختيارات تانية او عندكو مشاعر تانية او عندكو مسلا انتو محتفظين في تفكير تاني او اه انتو بتكون مستوى انتو بتم مزروره لانكو انتو زعلانين ومرافضين من هذا الشخص الصلح الفرصة التانية او عرض عليكم مسلا عرض. شوف انت كيف شايفه. اه انت شايفة الشخص غدرك. واه يا خانك غدرك. واه انت شفته اعطاك دربات في الظهر. خلتك تتعب كتير. وعشان هيك انت شاعد بالرفض لو حتى اجاك عرض جديد. احتمال يكون عندك عرض جديد مش من نفس الشخص. احتمال شخص تاني. وانت عندك رفض لهذا العرض. لانه انت قاعد وعملا بتطلع عماضيك ايش صار فيك وكيف انغادرت وكيف مسلا خانك هذا الشخص او دخل طرف تالت بيناتكو. فانت قاعد وتتراجع في الزكريات. طب مين هذا الشخص? او هذا الشخص اه هو صامت جدا لا يتكلم. يعني ايه كمان هو عقلاني جدا جدا. وكأنه هذا الشخص ما بعبر عن مشاعره. و اه كمان هذا الشخص كأنه بيستنى في حركة منك او بيستنى في خطوة منك اتجاهها. اه احتمال يكون هذا الشخص مستقر او تزوج او متزوج او بيقضي وقت مع العيلة. اه انا حاسد الشخص بده كمان فرصة معاك. احتمال يكون بده كمان فرصة معاك. واحتمال هذا الشخص اه تركك وراح تزوج اه بحدة تاني. احتمال يكون بده رجوع معاك. طيك. قنا نشوف برج الاسد. خلينا نشوف برج الاسد. خلينا نشوف برج الاسد. شوف احكو لك. لان الشخص هذا. طيب. كمان راح ياخدو الكوكروت من الكمار. اه الشخص هذا حاليا. اه فاتح قلبنا الحب. واحتمال انه يكون في علاقة غير علاقتكم. واحتمال انه يكون اه شخص اه هو هيك اه افغر منكم لما يكون. وكمان انتو اه 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 لانه انتو حاليا في الهاي اه اني ممكن انتو في الزواج. غير هذا الشخص. واحتمال انتو اه مسلا تدينتو او اه مسلا بتشتغضو في الروحاليات. او مسلا تعطي نصائح للناس. اه لانا انت هلأ في الهارفنت. اه احتمال انت رافض اي عرض زواج. وانت بس انت تنصح الناس انهم شو يعملوا في حياتهم. ومسلا هيك يعني بس انك بتعمل نصائح للناس. يا ربي اننا شوف انا لدي اطلو لكو يعني شوف بقدر اطلو لكو. اه مسلا نام. الكروة نصيحة راح اطلو لكو كل اللي عندي يعني مش راح اوطلو لكو. عليش ستحملو لنا شغال. طيب. اه في الرومانس بحكو لكو. اه اه ام ازدف. طيب. اه هم بحكو لكو هون ابقى على المستوى. الامثل هي لحبك. التفكير الايجابي والايمان سوف يجلب لك الرومانسية. يعني اذا انت فكرت بايجابية وكمان اه من ناحية الحب هذا راح يجيك اه راح يجيب لك للحب هذا الرومانسية. يعني احتمال انه انت بتفكر بسلبية ناحية هذا الشخص. فخليك ايجابي. هم بحكو لك خليك ايجابي. وعندك ايمان انه مسلا الامور راح تتصلح. اه كمان خلينا اشوف لكو كروة من اه من هون. اه اه انا بحب هدو الكروة. هاس بسعبون يعني يعني بعطوكم نصيحة. يا برج الاسد. طيب. انا نشوفها كمان. توقف عن التفكير كل اشي راح يكون بخير. طيب خلينا نشوف كمان هذا. ان هذا النصائح القمر. نشوف شو بحكو لكم. اه التواصل هو المفتاح. يعني يمكن انتم مسكرين التواصل او ما بتتواصلوا مع هذا الشخص. فالتواصل هو مفتاح الحال. حالا نشوف شو ونشوف شو بعنوننا هدول. بس خليك ايجابي. لان كل اشي راح يصير على ما يرون. طيب. الشخص هذا حاليا. يا اما حدا عرض عليه الحب. او حاليا هو اه في حالة فاتح قلبه للحب. وهو حاليا عايش مشاعره. ويمكن احتمال البيج اوف كابس يمكن هو اصغر منك. او مشاعر لساتها صغيرة. يعني يعني بعيش مشاعر لساتها صغيرة. يعني مش منفتحة مسلا الكنج او يعني مش كبيرة كتير. كان هلا بعيش مشاعر صغيرة جدا. اي طيب شو مشاعره من ناحيتك? هو حاسك انك انت لفيت ظهرك لالو. وحاسك انه انت جمعت كل مشاعرك وكل احاسيسك وكل ما تملك له من حفظ. انت جمعتها ودر ظهرك ورحت. كأن هذا الشخص شايفك انك انت ابعدت عنه مسافة. وكأنه شايفك انه انه انت مسلا ما اعطيت فرصة او لمات كل هدول المسلا المشاكل وكل اشي انت حسيت معي مع هذا الشخص انت اخدته ورحت تركته ورحت. لانه انت شايفك انه انت تعبت معي في العلاقة. وانك انت قررت انك تمشي لقدام. يعني حتى انك تحمل التن اوف سورد وتمشي لقدام. طيب انت كيفي بعقل الباطني. انت شايفك انت جميل جدا جدا. وانت شايفك انه حواليك عالم التير. وانت الف مسلا ميني يتمناك او يهواك. وانت جميل جدا جدا. وطيب جدا جدا. وناجح جدا جدا. وشايفك هيك في عقل الباطني انه انت انسان ناجح. اه لانه انت كيف انت شايفك ناجح? لانه انت بتحمل كل شي مسلا ما بتناقش بتحمل حالك وبتروح. اه بدون ما تناقش او اشي. فهو يمكن يشوف هذا اشي اه انه هذا مسلا بكي بيحكوها صفة الاقوياء. انك انت قوي وقد المسئولية وقد انك بتحمل مشاعرك بتحمل هذا وتحب كل شي في قلبك مسلا وما اه وما يصير فيك شي توقع. لأ تحمل مشاعرك تحمل كل شي تعبك رغم عن كل شي وبتروح. يعني مو انسان مسلا بكاي وشكاي بتشكي عن المسلا انه اللي صار بتقع بتشكي وبتبكي. ومسلا تنزل باستاذ انا تعبت انا هذا الشخص مسلا مخاني انا. لأ. هو شافك لك انت بتحمل كل همك بتروح. يعني حتى ما بتطلع مراك او بتناقش او ليش او كيف او ايه امتا لأ. بتحمل حالك وبتروح. احتمال انت تباعد اكتير عن هذا الشخص. اا واحتمال هو الشخص نفسه يكون تباعد. لانه حاسك انه مسلا اا انك مسلا اتقعد من العلاقة. قرر ياخد مشاعرك ويروح ويتحمل نتيجة مثلا غلطة او نتيجة غلطك ويروح. زي يتحمل النتيجة. زي يتحمل النتيجة. كمان هو شافك جميل جدا جدا. وشافك انه في حواليك ناس كتير. وشافك انت دائما منتصر. منتصر على نفسك. منتصر جميلة حواليك اا اا او وحتمال هو شافك انك انك انت بجيغ بالشفى الناس في خلامك. واحتمال كبير كمان وشافك انه انت اا غريب عن اللي شافهم قبل هالمره. ماتصر غريب. مسلا انتzkل الناس بتمشي عالاجراها وانتberish لحصاني. لبسك غريب شكلك غريب. اااااة ا bashن الباطن يحبك جدا جدا عفت للشخص وشايفك انت غير عن العلم كلياتها يعني فارق عنده كتير كتير طب هو انت ايش في عقل الواعي تفكيره هلا هو شايفك السورك احتمل انت نسحبت ان العلاقة بدون ما تعطيه اي رد تفعل او ما احكيت ان انا بده انا نسحب وشايفك هيك اتسحبت ثلاثة من العلاقة اقريبا انت قرأت ان العلاقة هي فرج الاسد وشايفك انك انسان فنان وكمان شايفك انك انت بتقدر تطلع من العلاقة منتصر يعني بتحمل شو ما صار بتسحب حالك وبتمسحب عفكره شايفك عندك ان انت انسان تقدر تنسحب تكتيكيا يعني تقدر تنسحب باي موقف باي اشي بتحمل حالك وبتنسحب زين حرامي وانت هيك هو شايفك انك انت انسحبت من العلاقة نهائيا اتركت له كيف بيحكوها الجمل في ما حمد وشايفك انه انت يعني انتصرت ع مشاعرك انتصرت ع كثير اشياء لما لذا الشخص بده يجي نحيتك انا حاسة انه بدي يجي نحيتك هذا الشخص طيب ايش مشكلته كانت معاك هو كان شايفك انه انت متنسح ومتجاهلة ولكن انت انسحبت من العلاقة وكأنه انت اتلمشت كل اشي لانه انت عفكره الشخص هذا اذاك هذا الشخص يا دخل طرف تاني يا اما اذاك هل انا نشوف كيف اذاك احنا رح نشوف من عقلك الباضي وعقلك الواعي كيف هذا الشخص اذاك لان انت التعبان جدا او شايفك اتعبت وحملت كل مشاعرك وكل اشي حملت حالك وديرت ظهرك ودلت رايح ماشي لقدام حتي يعني ما لتفت له انه انا بدي اشوفك لأ نهائيا حتي انا حاس ان الضل ما تحكي له انسحبت شايفك زي الحرامة تسحبت العلاقة شو مشكلته معاك وشايفك انك انت مش معطي العلاقة اهمية كمان هو شايفك انك انت مطنش كتير يعني شو مسلا ما شو ما صار بيناتكو بتطنش بتسحب تسحب حالك من العلاقة اذا مسلا ما عجبك الكلام او ما عجبك ردة الفعل او مسلا حسيت بقلة اهتمام فانت بتحسس نفس الاشي في قلة اهتمام كمان هو حاسك انه انت ممكن عندك شوية مو شوفت حال بس انه مو لا مش مستويات انه انت مستويك اقل او لا كأنه انت غلط في حقي فانا من حقي اه مسلا اشوف حالي عليك لانه انا سويتك او انا عملتك هو شايفك هيك شوية متكبر مش متكبر انه مستويك يعني هو مستوي واطي يعني مسلا مستوي منحفض فانت مستويك علا انك انت بتطنشه او بتتكبر عليه لما هو يعمل اشي غلطة في حقك هبتير ظهرك هو الطنشة طيب النواية بتاعته والرجوع او ننخليم شوي هيك عشان احنا نشوف انت حاليا يا برج الاسل زي ما حكيتك انت برهربن انت حاليا اه مسلا بتاعطي نصائح للناس او انت حاليا في زواج يعني متزوج او بتتزوج يعني في منكم ناس عملها بتتزوج في منكم ناس مسكة قضايا بتحل فيها في منكم ناس بتاعطي نصائح للاخرين نصائح مسلا دينية او زي كيف تحكي شخص عن طنقت الدين يعني عملك تعمل ابحاث في الدين وعندك حالة هلأ اه تمسك في الدين اه وعندك حالة روحانيات حاليا فانت حاليا اه مبعد عن اه اي تفكير اه اخر غير مسلا كيف بدك تسكح نفسك لان هذا الانسان غدرك عشان هيك هون بقولولك كل اشي فكر بايجابية كل اشي راح يصير اه الرومانسية تلك راح تتصلح وهون بحكولك اه حكينا انه هون بحكولك اه التواصل هو المفتاح فاحتمال انه انت قطعت التواصل عن هذا الشخص ورحت سحبت مسلا كل صداقاتك وحطت له بلوكات يعني نزلت الصداقة ونزلت كل اشي وبلوكات وصحبت حالك ورحت مخلاتش باب مفتوح لا الهيئة يمكن انه اخلي باب للتواصل يمكن هذا الشخص بدا يتواصل معك فلس مو عارف يوصلك او مقدراني يوصلك طيب انت شو مشاعرك من هذا الشخص اه انت حس حالك انه هذا الشخص واقف ما بتحرك كمان انت بتعلق فيه جدا واحتمال انت مش قادر تفوك اه تعلق هذا لانه حتى انه بجيك عرض مرودية انت تطلع على العرض اللي بتيجيه فبتطلع على ماضي اكتر اه فهذا الشخص انت بشارك من ناحيته كمان يمكن ان دو هذا الشخص ادمان او مفعلوك كاخرى انت شايفه وهيك هو انت شايفه معلق اه مو قادران يفوك تعلق او كيف هدا مربوط من اجراه ومش انادر مسلا ان هو يطلع يفكها انت شايف هدا الشخص هيك مرتبط في موضوع ما طيب هو كيف بعقلك الباطني اه انت حاسه ان الماجيشن الساحب حاسه انه هو اه هو البداية وهو النهاية لك او هو النهاية وهو البداية لك كمان انت حاسه انه انسان عفوا يهتم في عمله جدا جدا اه مثابر جدا جدا وجميل جدا جدا واحتمال هدا الشخص انت بتشوفه اه مثلا بشتغل ب مثلا جد بشتغل اه مهتم بانجازاته واعماله اكتر مثلا ما هو مهتم في العلاقة اه كمان انت شايفه كل اشي انت بتتمنى معاه مع هذا الشخص انت بتحسه مع هذا الشخص اي اشي انت بتتمنى وانت شايفه مشغول جدا في انجازاته في اعماله وفي نجاحاته احتمال هدا يكون الشخص مثلا مشهور مثلا انت بتشوفه على السوشيل انه مشغول في انه يفرج العالم نجاحاته وانه هو مشهور ومسلا مشغول في النجاحات ومشغول مثلا في الناس الحواليه انه يفرجهم انه هو انسان ناجح ويملك كل شيء واحتمال انت شايف شوي هو متكبر او انه شايف حاله شوي لهيك انت شايفك متكبر انه يمكن انتم راية لبعض فبتشوفوا بعض نفس الاشي انت كيف شايفه في عقلك البطني ايه عقلك الواعي انت شايفه انسان طيب وحنون ومعطاق وكأنه الناس بعطي مثلا للنائلة للفقراء والمحتاجين يمكن انه مثلا نحكوها انه بتبرع الفقراء والمحتاجين بعطي المحتاج اللي بده بابه انت شايفه ممكن هو اخرى كمان مسيطر انسان بحب السيطرة هو نفسه انه يعطي قد ما بده ياخد قد ما بده انت احتمال هيك كمان شايفه لبعضكم كل واحد ياخد القراءة لان انا بقرأ لأكتر من شخص مش شخص واحد فاخد القراءة انت وين تجيكم كمان هذا الشخص احتمال تكون انت شايفه بوفرة عايش بوفرة مسلا كخاء المحتاجين كمان يببيشق لمحامي بادي مستشار وحتمال هذا الشخص يكون انت بتفكر ان لو先자는 رجل هذا الشخص كيف مثلا بقولك مرحبة؟ بتقول له مرحبة وبس مثلا بقولك كيفك بتقولك كيفك وبس يعني انت تعطيه على الميزان بالضبط. ما بدك تقديل الميزان. يعني حاسم ان انسان زي كنا جرحت او غدرك او دخل طرف تالت بناتكو. والاحرى دخل طرف تالت بناتكو. حسيت ان هو خانك وغدرك. وتركك تعبان. لانه انت تركته وانت تعبان ورحت. فلهيك انت حسيت انه غدرك. طيب انت شو المشكلة اللي شايفها في الانسان هادا او شو المشكلة انت شايفها في الموضوع هاد بالضبط. انت شايفه انسان متسلط. ويمكن يكون انه مدمن. مدمن علاقات. وانسان ما بيحب التغيير. انه ما بده يتغير. مسلا هو مدمن علا مسلا على مدمن علا منيحكي شرب. الخمر. فانت شايف انه مسلا ما بده يترك هالعادة. رافض التغيير. حتى اذا دي فوت معت في العلاقة نفسها. فرافض انه يسميع مسلا محمل الجد. انه يغيرها للاحسن. فانت شايف انسان ما بيحب التغيير. ويمكن فيه لبعض منكو هو مدمن علا مسلا سجائر مدمن شرب هادا الخمر. ممكن يكون انه بيحب العلاقات النسائية. ممكن انت شايفينه انه متسلط بزيادة. او هو مسلا ماشي ومو شايف حدا حواليه. انتو شايفينه عن فكرة هادا وانه ما بدي التغيير. انا شايف انه انسان تشتغير. هيك انو شافينه. ما بدي تغير. مثلا دي ضل احبكو صغير دل صغير. يعني ما بدي تطور هادا الحو. او انو يعطيه اه اهتمام اكبر. او انو يعطيه فرصة انو يوصل للاارتباط قناتكم. هو شايف مشكلته انو انو انت مطنشه وانت شايف مشكلته انه هو ما بدي يتخيير. يعني اذا كنتم اتنين تشبهوا بعض كتير. يعني هو انه متكبر انت شايفه متكبر وما بده يتغير. وهو شايفك انه انت متكبر عليه وما بدك تدير له ظهرك ومسلا تعطيه فرصة. فهذا الانسان هيك شايفك متكبر وانت شايفه مدمن مسلا علاقات نسائية مدمن على اشي معين ما بده يتغير او ما بده اقدم العلاقة لفق مسلا من حول خطوبة او من خطوبة لزواج. ما بده تغير يعني ما بحب التغير. طيب شو حل المشكلة انت من جهتك اه انا شايفت انه حل المشكلة انه انت تقدم كاسب تسامح ومسلا تحل المشكلة لانه هون قالوا لك التواصل هون راح يحللك مشكلتك. فانا بعتقد انه مشكلتك راح تلحل انت ازا تواصلت مع هذا الشخص وفهمته مسلا انت ايش بدك بالزبط. شو بدك يغيره بس بطريق تسامح وانكو تتسامحه مع بعض. اه لان هو الناس اللي ايش يقول لك التواصل هو الحل للمشكلة. وكمان خليني اسحبلكم كمان كارت. ايش عشان اشوف قبل ما اسكن القراءة. قلنا اشوف لكم. لاني شايفها هي بس شالة عناد يعني عاديم بتعانده بعض. يعني هو بحبك وانت بتحبه بس انت عاديم بتعانده بعض. مسلا هو بدش نطور العلاقة لخطبة او زواج. لانا انت مسلا بتعاند فيه. فهو مقرر عندك. اه احنا نحكيناش عن نوياه هلا بنحكي عن نوياه. وقفير. طيب اه صح نوياه. الشخص هدا يكون صامت. ماي ما يعطي اي حركة حينتك. بده يقعد هيك مسلا براوا и gedacht يفكر فيك براواVE. يعني بده يوقعد انه週 يبعد لطاقة عشان انت combustion of your attitudes. لانه حاسك انه انت انت نتنشه نهائيا ما بتفكر فيه نهائيا نهائيا وحاس انه انت انسيته خلص بح زيك انه انت تركته وانسحبت وطلقت من حياته نهائيا انا حاسك انت برضا يا برج الاسد كانك انت طلبت خطوة من هذا الشخص انه يتقدم فعلاقوتكو مسلا يشهرها قدام الناس انه يصير خطوبة يصير زواج فحاسة الانسان صار يتهرب منك ويتسحب انه خلينا مسلا على علاقة فقط لهيك انت يا برج الاسد عشانك انت انساء يعني برج الاسد معروفين انهما بيحبوا اللف ولا الدوران بيحبوا مثلا العلاقات الثابتة مثلا الزواج والاسرة والهاد فهو يرفض دائما يعني معروف انه برفض العلاقات على هامش يعني العلاقات الغير جردية لهاته مثلا انت حسيت انه بيلعب معاك فانت قلت له يلا باي احنا نشهد ان يلعب يا بتاخد الاشياء محمل جرد يقول ما اطلع من حياتي او انا بطلع من حياتك فانت اطلعت من حياتي فهو حاليا بده يعمل حركة الناس ولا صوت ولا حركة ولا ولا مسلا اذا انت مسلا هو مسلا بيقربك قريب منك ما بدك تشوفه بده يخط فيها كشفائي يقعد مع حاله يفكر في المواضيع الكلياتها يعمل معاك تخاطر عشان هو الشخص هذا حاسك ان انت خلص عن هات العلاقات نهائيا دعنا نشوف هون بحكولك غازل ليرت طيب من جريد هون بحكولك مد طاقتك المنارة للاخرين يعني انت هون نفس الاشي وهون نفس الاشي كأنك انت خلص اخدت موقف ما بدك تفكر في الموضوع بدك انت تمد طاقتك الجواتك اللي انت يمكن هلا انت بتعمل عليها انه مسلا مسلا بتديع بتعمل اشياء طاقة فانت ايش بتعمل مد هات طاقة اكتر يعني نور الاخرين مسلا في طاقتك برضا انا بحسها انه مسلا انت بدك شوية تكون مسلا رومانسي شوية او مسلا انت غازل هادا الشخص شوية يمكن ما بعرف بس يعني حسب انا شاف في غادر وخيانا ودخول طرف اخر يمكن هادا الشخص راح تزوج مثلا يعني في هو هلا حاليا يعيش سعادة عائلية وزواج اتمال او يكون هو بده رجوع الكوة فرصة ثانية يعني ايه كل واحد يخدها على وين هو حسب الشخص هادا بده يرجع بدي تأسفلكو وبدي يحكلكو حقكو عليا بيتمنى بيتمنى انه يرجع هذا الشخص بيتمنى انه يرجع انا حاسس انه اخطأ في حقكو عفكري هذا الشخص صغير بيتش بيتش شكل هذا الشخص صغير يمكن غير ناضج في العلاقة ورافض انه يطور العلاقة يعني اذا انت بفترة خطوبة يمكن هذا الشخص حاسس حاله انه مش قادر مثلا يطور هاي العلاقة لزواج فهدا الشخص يجي يحكي لك مثلا انا اسف انا مسلا بدي ارجع العلاقة بدي اتزوجك كتير كلام يسو يحكي لك هي زي يعمل لك طاقة تسامح عن فكرة هاد الشخص دي بعتلك طاقة تسامح عن طريق والتخاطر وهي الاشياء الشخص هدا بيعمل لك تخاطر بتواصل معاك في التفكير جدا 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 بس وش شافك انك انت نطنش كل اشي حتى التخاطر نطنشه بس هدا هو برج الاسد اه اه احكي لكو الابراج الموجودة الميزان وكمان اه الطور هدا منشوف الطور وكمان ابراج نورية طاغية على القراء جدا وبرج العقرب وكمان نشوف هون اه برج الدلو بس هدول ثلاث ابراج وطاقات نارية وهوائية جدا جدا يعني عنق الطاقات الهوائية اكتر اشي طغية على القراءة يعني ميزان جوزاء اه دلو وكمان مائية بس اكتر اشي الهوائية والنارية هي اللي طاغية وترابية كمان كل الطاقات عندكم في في كرائتكم اه شكرا يا برج الاسد اتمنى لكم ان شاء الله شهر سعيد عليكم لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعل الجرس لأيسالكم كل جديد ولا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتحطونا اشياء في التعليق لنشوف شو قصتكم يا برج الاسد اشتركوا في القناة